السلام عليكم أنا أحمد الجديدي المسؤول عن تصميم المحتوى التفاعلي والتعليمي في لمسة أهلا بكم جميعا أهلا بكل أم وأب ومعلم ومعلمة في هذه السلسلة راح إن شاء الله نقدم أو نلقي الضوء على محتويات لمسة التعليمية من ألعاب وقصص وفيديوهات وأنشطة اليوم راح نتكلم عن عالم الطيور من خلال محتوى عندنا اسمه جد يوسف صديق الطيور طبعا جد يوسف شخصية معروفة وهو جد آدم وجوري جد يوسف يعتني دائما بالطبيعة من حوله وهذا اللي رايحين نركز عليه في المحتوى هذا بحيث نغرس حب الطفل للطبيعة هذه اللعبة تعرف الطفل بعدة أنواع من الطيور أسماؤها أشكالها ألوانها بيئاتها التي تعيش فيها والطعام التي تتغذى عليه وكذلك أصواتها نحن في لمسة نولي الجانب التعليمي اهتماما كبيرا في هذه اللعبة جد يوسف صديق الطيور العنصر الأساسي للتعلم هو الطبيعة وفي هذا المحتوى الطيور سيدرك أشكال الطيور أسماؤها ألوانها أصواتها أيضا عندنا عناصر تعلم ثانوية قوة الملاحظة لأن اللعبة فيها نوع من السرعة فيها نوع من الإدراك عشان تنقل المرحلة اللي بعدها أيضا ركزنا على تمييز الأصوات العنصر الثالث الثانوي الاستدامة وهي الاعتنام بالبيئة والكائنات التي تعيش فيها لأن اللعبة بشكل عام تعتمد على إطعام الطيور الغذاء التي تطلب الدجاجة إيشتاكل البومة إيشتاكل الشاهين البطريق وعندنا آخر شيء علمنا الطفل عن طائر منقرض وهو الدودو أنتوا تفاجأتوا معلومات إضافية معلومات إضافية تتطلب منك أب أو أم أو معلم أو معلمة أو مربي أنك تعطي هذه المعلومات لأنها موجودة كتابية موجودة داخل اللعبة بشكل تفصيلي أكثر هذه لمن يحب أن يكون طفله متفوق ومبدع ومتميز عن الأطفال الآخرين الذين لعبوا اللعبة نفسها المعلومات مثلا خلينا أنا أفتح اللعبة هذه في اللعبة نفسها في أيقونة تأخذك إلى كتاب الطيور كل ما تفتح مرحلة تنضاف معلومات إضافية في كتاب الطيور خلونا أقرار لكم أحد المعلومات الجميلة والحقيقية ننتقي المعلومات الصحيحة فقط علميا تعتبر الدجاجة من أحفاد الديناصورات طبعا فاجأته معلومات رائعة صراحة حتى لنا أحنا ككبار أنا ما متفاجئ لأن أنا كتبت هذه المعلومات عادية تنشط البومة وتتغذى وقت الليل فهي طائر ليلي الحوار والنقاش مع الطفل عن أي محتوى في لمسة مهم جدا راح يقوي علاقتك مع طفلك مثلا في هذه اللعبة تسألوا ما اسم هذا الطائر لأنه يذكر الطائر أين يعيش البطريق ماذا تأكل الدجاجة ممكن تخترع بنفسك أسئلة لأنه محتوى غني جدا بمعلومات هائلة نشجع المربين على ابتكار نشاطات تعزيزية لها علاقة بنفس اللعبة تخلي الجهاز اللوحي تقول لأبنك يلا نتحرك شوي مثلا عنه إيش ممكن مسابقة أجمل رسمة من اللي يعرف يرسم بطريق بعدين تيجي الأم وتقيم مثلا اللعبة الثانية أو النشاط الثاني تقليد الأصوات قلد صوت الشهين أنا أقول لك قلد صوت الدودو كيف تقلد صوت الدودو؟ هو من قرد نشاط آخر مسرح الدماء جميل صراحة نشاط ممتع مضحك شايفين؟ مسرح الدماء بالطيور مثلا عندك دمية في البيت؟ ابنك عند دمية في البيت؟ تعمل قصة؟ راح تنمي الخيال القصصي لدى الطفل ممتاز وأنا أتمنى كل الفائدة والمعرفة لكم ولأطفالكم كان معكم أحمد الجديدي المسؤول عن تصميم المحتوى التفاعلي والتعليمي في لمسة تقبلوا فائق التقدير والإحترام منا نحن فريق لمسة ودمتم بخير